بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوا كواني تاري ثلاثين مزوى بالقاعدة موكو الفموجة بياني أربعين موجة كتك درسة رسالة الحور بعد الكور لشيخ ابراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى توليانزا كتك درسة رسالة كتك درسة رسالة يمواندشي حفظه الله كتك درسة رسالة الحور بعد الكور قال وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور انتم صلى الله عليه وسلم لمومبى الله سبحانه وتعالى أولينزك تكمانا نهيليام الحور بعد الكور فعن عبد الله بن سرجس أو سرجس صلى الله عليه وسلم إذا سافر إذا سافر أيوة أيوة أن يعود إلى أهله حزينة إذا كمومبى الله سبحانه وتعالى أم وفاذي أسيّك رودي بعد سفار أكيوى من فاترنا مجيان قاعدك أمتيه هزون والحور والحور بعد الكور نهيلي فتليليزة إن شاء الله تعالى قال النووي رحمه الله كلاهما روايتان ذكرهما خلائق من المحدثين ومن أهل اللغة وغريب الحديث هذه الرواية بيدي أنبازو ومزي تاجا وينجي كتكونا وفيوني وحديث كذلك وكتاج أهل اللغة نغريب الحديث فما معنى الحور بعد الكور نيني ماني الحور بعد الكور قال ابن الفارس رحمه الله الحور الرجوع الحور أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا إنه ظن أن لن يحور هو يحكيك لذانك حتى رجيتين أبازو أبازو كفير بعد الزيادة بعد الزيادة أبازو 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 وفي الحديث المنظور نعوذ بالله من الحور بعد الكور ما نهي حديثي الحور أبازو نجديندة أبوز أبازو هؤلاء أبازو صلاحها وهربيك جمبوليت بعد يكتنجنية جمبوليك وليش تنجنية كيش لكاربيك ديو الحور بعد الكور وفسره الترمذي بقوله ومعنى قوله الحور بعد الكون او الكور وكلاه ما له وجه كلا موجين وجه واكي إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر لقدمتك ردنيوما بعد يكون إيمان أكارودك تكو كفيري أو من الطاعة إلى المعصية أو كتوك تكطاعة أكينجيكم معصية تغياذ بالله إذن فالحور بعد الكور تغير حال الإنسان من الإيمان إلى الكفر أو من التقوى والصلاح إلى الفجور والسوء أو من الهداية إلى الضلال فهو درجات ودركات فإذا تراجع المرء إلى الوراء يخشى عليه من سوء الخاتمة كيومانا الحور بعد الكور فإذا فإذا إلى مرة أكينجيكم Guerra وليكories أو كتوك تكو أو كتوك تكوة إلى المعصية إلى الض viene إلى الضلة تغييفية أكارودة ostrلة Hero أكارودة mound آكارودة أو كتوك تكوة الله عمي مونغوز اكارولي katika upotof فهو درجات ودركات ندرجة مبالي مبالي za upotof kuna kofura kuna mtu kutoka katika sunna اكارولي katika bidha وهاكذا نسل الله وعافية والسلام فاذا تراجع المرء الى الورى نتوكيوان مني كرود نيوم يخشى عليه من سوء الخاتم هويو او قبت موشو بايا نهيد لدرجامب وانبالو اتكي كان مسلام اليو قبت سانا جوا نفسي الحور بعد الكور الله سبحانه وتعالى همكupa نعم ya hiday ukayuwacha نعم ukaingia katika uofu ukaingia katika upotofu hii ni ishara na yaugupesha kuwa huyumtu ataishia katika mwisho siukomzuri suki khatima na niwangapi katika watu leo kukitizama ambahu الله amewapanigma iman leo waku katika kufur walqiyadu billah na haya kina mojewetu ayawuna katika mayshaki ahalul bidha hanimambu ambayo yafanyika katika maisha yaku wa yaona siyo kwa sababu wewe unawerevu sana kuliko ile mwenzako ndiyo mebakia katika hakki hukuk wa naim nakatika altizam wa naim wallahi yote ni thabat kutoko allah subhanahu ta'ala nadai mamutu watakikana ajio gope nafsi yake kutoka manan mojubbaia wal maklum anna la'amal bil khawatine jambu ambal julkana na kilam mojewetu kwa amal ya monadam ya zingatiwa mojwa ki fa'an sahad ibn sa'ad r.a 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 anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kwa inna r.a layعمal عمل اهل النار وانه من اهل الجنة ويعمal عمل اهل الجنة وانه من اهل النار وانما الاعمال بالخواتين والحديث رواه الامام البخاري رون صلى الله عليه وعليه سلم سلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة حكيكا ما نوزكم بتمت أفني عمل يوات ومتون لكن حكيكا ومامبو نكتكوات وپپون كوى الله سبحانه وتعالى هم وفكيشك ورحمزاك أكتبية kabla ya kondoka duniani hakafanya amali ya watu wa peponi ikawa amali yaki ya mwisho haishia na amali ya watu wa peponi haingie peponi na nyote mafamu kisa halichutueleza mtume sallallahu alaihi sallam chaulebwana haliehuwa watu tisaina tisa tizama ni maisha gani aliishi mpaka kufikia kuwa watu tisaina tisa na hakakamili shamia kwa yulebwana aliemombia kuwa hana tawba pamoja na hayo huyo akawanikatika watu wa peponi kusabu mwisho wa mwisho yake alirudi nyuma akuregia kwa Allah subhano wa ta'ala kwa hivyo oiza kuwa wamuona mtu wa fanya amali ya watu wa mutoni lakini huwenda Allah subhano wa ta'ala akampataufiki ya tawba akatubia kwa Allah akawakatika watu wa peponi nahini kwa rehma zaakia Allah subhano wa ta'ala nafadla zaakia wa yamalu aamala ahli ljanati wa innahu min ahli lnar amtu wa siwe na ujub na gurur na nafsi yake akajiona kuwa fanya amali ya watu wa peponi mtu huwenda akawafanya amali ya watu wa peponi na yeni katika watu wa mutoni na haya amyabainisha mtu msusasalam katika hadithi ingina kasufi ma yabdu li nasi katika yale ya naudhihiri kwa watu lakini ukweli ni kuwandani ya nafsi yake malengu yake ni maovu ni ya yake ni chafu si kuajili ya Allah subhano wa ta'ala hafanya amali ya watu wa peponi na huyu ndi mwishu wa mwishu wa mwishu ya yake yukhdel li anna huu maa amina lillah sabu hakufanya kwa jidi ya Allah hakakosa nusra ya Allah subhano wa ta'ala na nyote mafahamu kisa cha uribuana amba yadikuwa pamoja na masahaba wa mtu msusasalam pamoja na mtu msusasalam katika vita mpaka masahaba wa kaja kumbia ya Rasulallah hatujaona mfanu wa fulani namna alibupijana vita leo hakuna mfanu wa kala huwa min ahli naru tu msusalam wa kumbia masahaba uni katika watu wa mutoni moja katika masahaba kasema mimi intamfuatidia kamfuata mpaka mwishu akamwona amejeruhiwa akachukua upanga akaweka chini inchayaki akaiweka kunjikifuachaki akaigemea ule upanga mpaka ukatoka upanduwa pili akanguka kafariki akaja kumbia msusasalam akasema ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulallah kala wa mazaak mbuna wa semayu semayu libuana uliya tutajia khabariyake likushia katha wakatha wakatha innama l-a'mal bilkhawatim a'amal ya nga liwapalimushu anapuishia monadamu nakundu kia dunyani and yukona salafu salih tawana Allahi ta'ala alayhim walikwana khufusana yuya su'ala la mushu amalizau kunduka paduniyani wa'an abhi burairat radiyallahu anna rasulullah sallallahu sallallahu sallam wa sallam inna arjula layعمal uzman al-tawil bi'amal ahli jalla thum yukhtam lahu amal hu bi'amal ahli nahr sallallahu al-tawil sallallahu 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 mtu huwenda kafanya amal kipindi kirefu salli amal ya watu wa piponi kisha akhetimishiwe amaliyaki kwa amali zawatu wa mutoni nahi inahadithi nyingi salli mauna ushahidi wahaya kwa mutu wa weza kufanya amali ya watu wa piponi kipindi kirefu watu wakam dhani ya khiri ishamushu wa mishaki Allah subhanu wa ta'ala akawadhirish ya watu ukweli wa yulemtu akafanya amali ya watu wa mutoni ya kinja mutoni wa inna al-rajula layعمal uzman الطawila bi'amali ahli nahr thumma yukhtamu lahu wa amaluhu bi'amali ahli jannah namtu za kufanya kipindi kirefu kama huyu tuliyotaja aliyuhu wa watu tisain na tisa kakam yudisha na mia kipindi kirefu kufanya amal za watu wa mutoni kisha kisha kukindi 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 kuwa mazingatio siya amal anawifanya mdia katika maisha yaki baliki na chuzingatiwa ni kuwa ame shia vipi katika hulim wengu ame unru kana amaliyyani sallallaha thabat falmogوع khotir jidda allah hii mwogوع ni khatale sallam wa muhim fi ghaia ni anawifanya mwogوع muhim sallam upewa muhim fela yashar ahaduna bianna ujtaz alqanpara wa wosil ila berri aman beseb biltizami asiji ya kahisi mmoja wetu kuwa tayari amepita daraja na amefika katika semu ya usalama amefika nchikavu kule sasa misalimika asha fika katika ufuko na ufuo waamani kwa sababu ajiona anailtizami tekeleza mamrisho na kujipusha na makatazo aw akajiona kuwa limwema sana wa amina min abdalala akawa amyaminisha nafsiya kutukamanan au kutufu wa minal hauri ba'da kaur akajiona amyaminisha kutukamanan naku 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 kutukamanan أمانك تكمانا نكور بكيوا بالي أتككان أي شي نخوف نكمون بسانا الله سبحانه وتعالى أنت ثبات فالثبات من الله عز وجل وحده ثبات يتكمانا الله سبحانه وتعالى بكيك وهو تعالى ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جل وعز نهي الله سبحانه وتعالى نهي أليم ويك إمارا تمواك صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا نلايتي كوا هاتو كوكوكا إمارا كونجي لكاربيا كويليكيا كدوم نهي أنا يزموم زيوا نمبورا وذيوم بمتم محمد صلى الله عليه وسلم الله لأليم فثبات أكبكيا كتك حق عليه الصلاة والسلام الله مبيا ولولا أن ثبتناك نلايتي كوا هاتو كوكوكا إمارا سسيكي وأزموم زيوا هذي مبورا وذيوم بصلى الله عليه وسلم فما بالك بالضعف وذيبها وأنبور مضعيف سانكت كإبادة مضعيف سانكت كإيمان صلى الله عليه وسلم ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم بأن ندعو الله تعالى أن يثبتنا على الدين صبويهم تمويت صلى الله عليه وسلم أمت فندشا تموم بي الله سبحانه وتعالى أتوبي ثبات ناتوكي إمارا كتك ديني الله سبحانه وتعالى وكان يقول نالك وامتون صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه أحمد وابن ماجم وكان كثيرا ما يقول في قسمه لا ومقلب القلوب نتوما صلى الله عليه وسلم علي تفندش دعاء يا مقلب القلوب ايو منيكو زجيوزا نيو ثبت قلبي على دينك وفاني مو يوانكو وإمارا كتك دينياكو صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشعر وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك مومبا الله أن بييندي أن يبليك هزينيوه أزيلكيزي كتككم تيييه الله سبحانه وتعالى فلابد للمؤمن أن يتحسس قلبه ويعرف مرضه وسبب المرض نواجب كوا مؤمن اوه أتحunguza daima mwe waki أجيوة marathi yaki na sababu ya marathi yaki وسikai muslamu hivi hivi hali ya badilika na hukai ukajiuliza nafsi yaku kuwa hivi ninafukuenda zisawa hivi lau kama leo mimi nita kutana na mula wangu ni korathi kukutana na Allah subhanu wa ta'ala katika hali hii nlo nayo haya ni maswali ambao ni wajib kila mumuja wetu hawe ata jihudiza kila wakati pengine uli usingizi wako unaulala usiku ukawandio wa mwishu ukawandoka duniana wangapi katika watu mbawa lilala wakua mkatema wangapi na wangapi wakati kukatika ghafla hata habari ya wana sallallahu alaafi wa yashraa fililaji kabla an yaqsuwa kalbuhu watasuwa khatimatuhu na anze kutafuta bonyo na dawa kabla ule moyo haujakua mgumu susuavu ikawamushu waki utakuwa ni mwishu mbaya hili jambo ni wajib kila wakati muhasabatu nafsi kila siku jiwekee wakati maswali kama jiulize hata kama ni kabla ya kulala jiulize maswali nita kusaidia sana we kuruli kwa Allah subhanu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanu wa ta'ala uwe utalala jioni yako hili ukiwa umilala na tauba na kuruli kwa Allah subhanu wa ta'ala lakini wengi katika tisisi tuku katika ghafla mtu wajiona pale ya nipofika mefika fama hiya asbabu lhaur baadha lkaur hivi tukijuliza nizipi zile sababu zinazupelikia mtu kuwaribikiwa na hali yake bada ya kuwa imetengenea wama hiya wasailu lilaj lithalika na nizipi njia zakutibu marathi hae hayo ndi watakaw yazumumzia inshaa Allah wa ta'ala muandishi kwanzia hapa natuweza kusema ndiyo moyo wahiri sada fupi lakini inafaida kubwa sana ndaniyaki kutusisi kwa inshaa Allah wa ta'ala hayo tutanza kwezo umzia katika vikaw vithaka vikudia nakita fibe ya mfadr wa Allah wa ta'ala a'alem subhanaka wa muhamdik shadhu la ilah 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 tu murek barca muafi شكرا